مات الخوئي وترك أموالاً هائلة ومؤسسات وبنايات أملاكاً هائلة كل الذين كانوا يتوقعون أن يصبحوا مراجعاً من بعده عيونهم إلى تلك الأموال وتلك البنايات والأملاك لكن وصية الخوئي وهي موجودة هنا في الدوائر البريطانية وصية الخوئي أن كل شيء يبقى بيد أولاده نصاً بهذا التعبير بيد الأرشد من ولدي من أهل العلم هذا هو النص أنا قرأتها قرأت الوصية ونصها عندي لكنه ليس تحت يدي الآن ونشرها في مجلة النور مؤسسة الإمام الخوئي كانت تصدر مجلة النور نشر الوصية نصاً نشرها في مجلة النور بإمكانكم أن تبحثوا في أعداد مجلة النور القديمة ستجدون الوصية منشورة فيها هذا نص ما جاء في الوصية من أن التركة التي هي تركة المرجعية تبقى بيد أولاده بيد الأرشد من ولدي من أهل العلم هذه حكاية لا تفاصيلها لا أريد أن أخوض فيها بالنتيجة أموال صاحب الزمان كما يقول الخوئي وكما يقول السيستاني وكما يقول محمد باخر الصدر والبقية هي في جيب الشيعي مال لصاحب الزمان حينما تتحول إلى جيب المرجع تتحول إلى مال مجهول المالك هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع فعينما يموت المرجع تتحول إلى تركة يرثها أولاده وبناته وهذا هو الذي جرى في أموال محسن الحكيم وجرى في أموال الخوئي وجرى في أموال بقية المراجع الحكاية هي الحكاية ويكذبون عليكم من أن المرجع الفلاني مات وفي ذمته ديون حتى لا يسأل أولاده عن التركة التي خلفها هذه من أكاذيب حوزة النجف وكربلاء مات المرجع الفلاني وفي ذمته ديون كذاب سافل هذا المرجع وأولاده كذلك كذابون سفلة هذا هو الواقع الذي يجري على الأرض إذا كانت الأموال أموال صاحب الزمان لماذا صارت ميراثا شخصيا ورثه أولاد الخوئي ما هذه القضية ليست بسر هذا أمر معروف يعرفه أصحاب العمائم جميعا أصحاب العمائم في النجف أصحاب العمائم في كربلاء أصحاب العمائم في الكاظمية في قوم في طهران في مشهد في إصفهان في كل مكان الجميع يعرفون من أن أموال المرجعية الخوئية صارت تركة شخصية وهذه القضية ليست خاصة بالخوئي فتركة محسن الحكيم هي كذلك وتركة الذين قبله هي كذلك وتركة الذين من بعد هؤلاء هي كذلك يكذبون عليكم يقولون لكم من أنها تنتقل من مرجع إلى مرجع كذبون هؤلاء كذبون سفلة يضحكون عليكم الأمور ليست كذلك هؤلاء لصوص لصوص يسرق بعضهم من بعض حرامية ذولة مثل قهوة النشالة واحد يبوق من الثاني يبوقون من الناس وهم واحد يبوق من الثاني بالضبط هذا هو واقع المرجعيهة الشيعية وواقع الحوزة الطوسية قهوة نشالة ونشالة هتلية ممكن تلقى لك نشال شريف ذولة ما بيهم نشال شريف نشالة هتلية يبوقون من الناس وبعدين واحد يبوق من الثاني ما هو هذا حاله الخوئي والسيستاني الخوئي باقي من الناس والسيستاني يجي يبوقه ضحك على ابنه ووافق على المرجعية وبعدين انقلب علي مات الخوئي وترك الأموال الهائلة والأملاكة الطائلة فكل الذين كان يتوقع لهم أن يكونوا في مكان الخوئي عيونهم إلى هذه الأموال وإلى هذه الأملاك ولكن هيهات هيهات أن يصلوا إليها فأولاد الخوئي قد بسطوا أيديهم عليها بوصية من الخوئي نفسه ولذا حينما فاتح محمد تق الخوئي فاتح محمد الروحاني وهو المرشح الأول ومن قبل الخوئي نفسه من أنه يكون المرجع من بعده هذا الترشيح من الخوئي نفسه محمد الروحاني فلما اتصل به محمد تق الخوئي اشترط محمد الروحاني على محمد تق الخوئي أن تكون الأموال والأملاك تحت يديه فلما سمع محمد تق الخوئي ذلك منه قال لسيدنا انسى انسى الموضوع وظل مكانك بالبداية من خابرة قال لسيدنا ان نجف بانتظارك ومكانك موجود وتعال يلا عجل تعال منكم قال لأنا أجي بس بشرط الأموال والأملاك تكون تحت إيدي قال لأنسى وظل مكانك لأن محمد الروحاني يعلم أن الأموال إذا بقيت بيد محمد تق الخوئي صاحب الأموال هو الذي يتصرف سيبقى محمد الروحاني عبدا غلاما عند محمد تق الخوئي وعرض المرجعية على آخرين عرضها مثلا على عبد الأعلى السبزواري وأيضا اشترط الشروط نفسها ورفض رفض حتى أن محمد تقي الخوئي عندما خرج من عبد الأعلى السبزواري قال هذا ما يقول هذا مخبى الله مخبى الله هذا مجنون شنو هاي الشروط اللي يشترطها لأن اشترط عليه قضية الأموال والعقارات واشترط عليه أنه لا يبقي أكثر وكلاء الخوئي لأن وكلاء الخوئي نحن نعرفهم سرسرية وهتلية ويرتبطون ارتباطا مباشرا مع الأمن كانوا هم كانوا هم الذين يسلمون الشباب الشيعية المتدين إلى الأمن وكلاء الخوئي مثل ما الخوئي يتعاون مع البعثيين وأولاد الخوئي هم بعثيون وكلاء الخوئي كانوا بعثيين وكل الخوئي في المسجد في المدينة في الناحية هو الذي يعطي المعلومات لرجال الأمن عن الشباب المتدين الذين يأتون إلى المسجد هذه كانت ظاهرة قد تصل إلى نسبة 80% أو 90% من وكلاء الخوئي ولذا عبد الأعلى سبزواري قال له أنا ما أبقي وكلاء الخوئي قال له كلهم سرسرية فمن طلع قال شي يقول هذا المخبر مجنون هذا وعرضها وعرضها عرضها على العديد من الشخصيات عندهم شروط لا يريدون أن يصبحوا عبيدا عند محمد تق الخوئي أو عند عبد المجيد الخوئي عند هذا الشاب النزق شاب نزق منفلت هؤلاء شباب منفلتون والسيستاني كان بجانبي محمد تق الخوئي صباحا ومساء ما هو ببعيد عنه السيستاني السيستاني كان ملازما وملاسقا لهم وهو الذي صلى على جنازة الخوئي أليس في أعراف الحوزة أن الذي يصلي على جنازة المرجع سيصبح مرجعا من بعده لماذا لم ينظر ينظر محمد تق الخوئي إلى هذا العرف وإن كانت الظروف ظروفا استثنائية حينما مات الخوئي وصلى عليه السيستاني لم تكن ظروفا عادية لابد من أن أقول وأشير إلى هذا الأمر حتى تكون الصورة واضحة لديكم أتحدث عن الظروف السياسية والاجتماعية والأمنية ذهب يمينا وشمالا محمد تق الخوئي باحثا عن شخص يقبل المرجعية بشروطه أن تبقى الأموال والمؤسسات بيد أولاد الخوئي إلى أن أصابه التعب ينقلون عنه يقول أكاد أن أجن هكذا يقول أكاد أن أجن ويفشر يقول ما كفد واحد ابن قحبة يرضى يصير مرجع ما كفد واحد قوات ابن قواد ابن قحبة يرضى يصير مرجع هؤلاء القريبون من أنا لست قريبا من القريبون من ينقلون عنه هذا الكلام آخر شيء التجع إلى السيستاني فعرض عليه المرجعية هذه ينتظرها السيستاني منذ سنة 1960 1380 1380 للهجرة يعني 1960 ميلادي منذ ذلك التأريخ ينتظرها السيستاني حينما ضحك على الخوئي وحصل على إجازة الإجتهاد منه ونحن قد وصلنا إلى بداية التسعينات فلما عرض عليه المرجعية تمسك بها بأظافره أظافره وأصابعه ويديه ورجليه وعضها بأسنانه وأضراسه والتسق بها التصاقا وشد نفسه بعمامته عليها وبدأ يخطط من تلك اللحظة لمرجعية ولده محمد رضا من تلك اللحظة في اللحظة التي عرضت عليه المرجعية بدأ يخطط لمرجعية ولده محمد رضا سنو في النجف هل اجتمع اثنان من المعممين لاختيار السيستان سنو في النجف الذين عاصروا بداية مرجعيته أحيا سألوا مراجع النجف هل اجتمع اثنان ليس من المعممين من البقالين من حفار القبور وأصدر بيانا في مرجعية السيستان والله ليس لهذا لا من عين ولا من أثر لو كان موجودا لأثبته في كتبهم هذه الذي جعله مرجعا شخص واحد هو محمد تق الخوي بمعية أخيه الشاب المنفلت النزق عبد المجيد الخوي فالذي جعله مرجعا هو محمد تقي الخوي فما هو بنائب لصاحب الزمان هو نائب محمد تقي الخوي هذه الحقيقة من الآخر وكذبوني كذبوني إذا كان كلامي هذا ليس صحيحا قولوا إن كلامك ليس صحيحا والدليل كذا وكذا من أن حفاري القبور ومغسلي الموتى في النجاف اجتمعوا وعقدوا اجتماعا في فضوة المشراك مكان معروف في النجاف يجتمع فيه الأشقياء والبلطجية جماعة محسن الحكيم حديد وعبايا ومانينة وكرماشة أين يلتقون في فضوة المشراك فاجتمع حفارو القبور ومغسلو الأموات وبائعوا الأخفان وبائعوا الطرشي وصانعوا الدهين اجتمعوا في فضوة المشراك وأصدروا بيانا بإعلان مرجعية السيستاني ومن أنه الأعلان كذبوني قولوا لي من أن هذا حدث لم يحدث شيء من هذا محمد محمد تقل الخوئي هو الذي نصبه مرجعا وانتهينا وانتهي الكلام ما قيمتم محمد تقل الخوئي لا هو بعالم حقيقي ولا هو بمتدين حقيقي جلواز من جلاوزة البعثيين ليس أكثر من ذلك هو معمم من أبناء المراجع وفي الوقت نفسه جلواز من جلاوزة البعثيين لذا في المقال الأول من هذا الكتاب نفسه الإمام السيستاني أمة في رجل صفحة 84 نقل بعض أساتذة النجف الأشرف من هو هذا من هم هؤلاء أحاديث أهل البيت تدمرونها وتقولون أسانيدها ضعيفة هل هذا سند نقل بعض أساتذة النجف الأشرف من هم هؤلاء اذكروا لنا اسما واعدا منهم هذا كذب الكلام لا يوجد شيء من هذا نقل بعض أساتذة النجف الأشرف ماذا نقل أنه بعد وفاة آية الله السيد نصر الله المستنبط هذا من أصهار الخوئي اقترح مجموعة من الفضلاء على الإمام الخوئي إعداد الأرضية لشخص يشار إليه بالبنان مؤهل للمحافظة على المرجعية والحوزة العلمية في النجف الأشرف فكان اختيار سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني من الذي اختاره الكلام ليس واضحا تدليس تضليل من الذي اختاره هل اختاره الخوئي الكلام لا يقول هذا هل اختاره الفضلاء الفضلاء من هم هؤلاء بهذا الكلام العائم المضل ليضحكون عليكم ما هو سند هذا الكلام تدمرون السيستاني نفسه يضعف اكثر من خمسة وتسعين بالمئة من احاديث اهل البيت ويريد منه ان نصدق بهذا الهراء الذي لا سند له السند مجهول والمتن مرذول لانه تدليس اقرأ عليكم الكلام نقل بعض اساتذة النجف الاشرف من هم هؤلاء اذكروا لنا اسما واحدا انه بعد وفاته اية الله السيد نصر الله المستنبض اقترح مجموعة من الفضلاء اذكروا لنا اسما واحدا من هؤلاء على الامام الخوئي اعداد الارضية لشخص يشار اليه بالبنان والخوئيون يعرفوا من ان الخوئي في ذلك الوقت يرشح محمد الروحاني القراءة الصحيحة الروحاني ولكن هو هذا الشائع على الالسنة محمد الروحاني وان لا فان القراءة الصحيحة الروحاني اعداد الارضية لشخص يشار اليه بالبنان مؤهل للمحافظة على المرجعية والحوزة العلمية في النجف الاشرف فكان اختيار من الذي اختاره هذا الاختيار يبقى معلقا في الهواء هذا الكاتب شيطان شيطان الذي لا يعرف دقة التعابير يتصور ان الخوئي هو الذي اختاره لو كان الخوئي اختار السيستاني لما ذهب محمد تقي الخوئي الى محمد الروحاني وما ذهب الى عبد الاعلى السبزواري وما ذهب الى علي الغروي وما ذهب الى فلان وفلان وفلان لكنهم يضحكون عليكم فكان اختيار سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني لفضله العلمي وصفاء سلوكه وخطه ويستمرون وبعد وفاة الامام الخوئي كان من الستة المشيعين لجنازته ليلا ادره جنازة الزهراء الذين حضروا جنازتها لهم خصوصية من هو هذا الخوئي واذا كان حاضرا في جنازته من هو الخوئي الخوئي من كلاب السلاطين هو الذي يريد لعمامته ان تشد بفوهات بنادق جلاوزة الشاه هذه طبيعة الكلاب من هو هذا الخوئي حتى لو كان حاضرا في جنازته هل هي جنازة زهراء التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها فيكون الحضور عند جنازتها له خصوصية له ميزة وبعد وفاة الامام الخوئي كان من الستة المشيعين لجنازته ليلا لأنه كان آمنا على نفسه من البعثيين فالخوئي أعطى ضمانا من أن السيستانية سيتعاون مع البعثيين ولذلك لم يسفروا مثل ما أعطى ضمانا ببقية حاشيته وأصحابه وإلا لماذا سفر الباقون وهؤلاء لم يسفروا وبعد وفاة الامام الخوئي كان من الستة المشيعين لجنازته ليلا وهو الذي صلى على جثمانه الطاهر وقد تصدى بعدها للتقليد وشؤون المرجعية على أي أساس من الذي جاء به وقد تصدى بعدها للتقليد وشؤون المرجعية وزعامة الحوزة العلمية إلى آخر الكلام إلى أن يقول المقال وهو يعني السيستاني من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية بشهادة غير واحد من أهل الخبرة وأساتذة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة اذكروا لنا اسما واحدا فقط ليس الآن بعد أن صار سلطانا وإنما في بداية مرجعيته وعلى أساس ذلك الكلام صارت مرجعيته الآن يوجد العشرات والمئات يقولون بأعلمية السيستاني ولكن بعد أن صار سلطانا وملكا وملأ الأفواه بالأموال واشترى الذمم وخدع الشيعة وضحك على ذقونه وصارت مرجعيته أمرا واقعا خصوصا بعد عام 2003 اذكروا لنا واحدا من هؤلاء قال بأعلميته في بداية مرجعيته اذكروا لنا واحدا فقط لا نريد اثنين واحدا فقط والله لا يوجد صدقوني ولو وجدوا واحدا لذكروا هذا كلام وهمي لا حقيقة له وإهامي يهم الآخرين هذه الأساليب الشيطانية هي أساليب مراجع النجف وكربلاء يضيعونكم بمثل هذا الكلام هذا كلام وهمي لا حقيقة له على أرض الواقع فليذكروا لنا اسما واحدا وبالدليل يقولون من أنه قال هذا الكلام في اليوم الفلاني في المكان الفلاني سمعه منه فلان وفلان أو هو موجود في المصدر الفلاني مثلما أنا آتيكم بالوثائق المطبوعة والصوتية والفيديوية وبالكتب التي هي كتبه وهو من القلة المعدودين من أعظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية بشهادة غير واحد بشهادة غير واحد حتى هذا التعبير تعبير شيطاني كان من المفترض أن يقول بشهادة العديد من العلماء بشهادة غير واحد أصلا ولا يوجد واحد حتى هذا التعبير تعبير شيطاني لو كان هناك اتفاق على أعلميته أو على الأقل هناك شهرة ليس اتفاقا لقال من أن الذين شهدوا له كثيرون بشهادة غير واحد فكيف كان من القلة المعدودين من أعظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية بشهادة غير واحد يعني هناك واحد أو هناك اثنان هذا معنى بشهادة غير واحد واحد أو اثنان من أهل الخبرة وأساتذة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة وحق الحسين أنا كنت في حوزة قم حينما أعلنت مرجعية أسستاني في النجف كان أضحوكة ومسخرة بين الحوزويين النجفيين العراقيين واللبنانيين والخليجيين وبين الحوزويين القميين الإيرانيين كان أسستاني مضحكة في ذلك الوقت يضحكون عليه ويتعجبون كيف صار مرجعا وحق الحسين هذا هو الذي كان يدور في أجواء حوزة قم وبعض الذين الآن هم من عبيد السستاني هم الذين كانوا يضحكون على السستاني كانوا يضحكون عليه ويسخرون من كتبه وآرائه لكن لما رجعوا إلى النجف صاروا عبيدا عنده لو كان المقام للحديث عن هؤلاء فإنني لا أبالي سآتي بأسمائهم وماذا كانوا يقولون عن السستاني وكيف كانت تجري الأمور في حوزة قم لكن الحلقة ليست معدة لهذا لأنني إذا ما دخلت في هذه الجهة سيطول الكلام سفالة هؤلاء كثيرة وأنا على علم تفصيلي بها حينما كانوا في قوم والآن حينما هم في النجف أعرف سفالتهم وانحطاطهم بالتفصيل أقرأ الكلام مرة أخرى ودقق النظر في العملية الإيهامية وهو السستاني من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء يفترض أن كثيرين يشهدون لهم بهذا إذا كان من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية كيف كان هذا بشهادة غير واحد يفترض يفترض أن يشهد له المراجع الكبار لم يشير إلى هذا قالوا من أهل الخبرة وأساتذة الحوزات العلمية ليسوا من المراجع فكيف فكيف صار من أعاظم الفقهاء هذا كلام وهمي لا حقيقة له على أرض الواقع وهو إهامي في الوقت نفسه لخداعكم والضحك على ذقونكم ما أنتم مسخرة ما أنتم مضحكة ما أنتم مهزلة بتمام معاني هذه الكلمات أما محمد حسين الصغير وهو لوقي معروف من أعاظم اللوقية وأساتذة اللوقيين في النجر صفحة 112 يتحدث عن السيستاني وعن مرجعيته يقول لقد اتجهت الأنضاغ بعد وفاة الإمام الخوعي أعلى الله مقامه في النجف الأشرف إلى العلمين البارزين وحق الحسيني هذا كذب في كذب في كذب والذين يعيشون في النجف منذ تلك الأيام يعرفون هذه الحقيقة نعم توجهت الأنظار بمستوى ما إلى عبد الأعلى السبزواري لكنها لم تتوجه إلى علي السيستاني لأن محمد تقلخوء كان بجانبه وما توجهت أنظاره إليه أخذ يبحث هنا وهناك إلى أن يأس وأخذ كما يقولون أخذ يبحث عن قواد ابن قواد عن ابن قحبة حتى يصير مرجع بعد ذلك توجه إلى السيستاني يقول ماكو ابن قحبة يصير مرجع يرضى بشروطه قواد ابن قواد يصير مرجع يرضى بشروطه لقد اتجهت الأنظار بعد وفاة الإمام الخوئي أعلى الله مقامه في النجف الأشرف إلى العلمين البارزين السيد عبد الأعلى السبزواري والسيد علي السيستاني ولدى وفاة الأول عبد الأعلى السبزواري كان حجر عثرة أمام السيستاني يقولون من أنه مات مسموما لا أدري هذا الكلام شاع في وقته في النجف من أن عبد الأعلى السبزواري مات مسموما قد يكون الكلام صحيحا وقد لا يكون صحيحا لا دليل عندي على صحة هذا الكلام لكنه كان موجودا وشائعا ولدى وفاة الأول كانت المرجعية للسيستاني يعني بعد وفاة السبزواري بنظر أهل الخبرة والدراية ممن يوثق باختبارهم ويطمأن إلى ترشيحهم اذكر إن واحد منهم واحد لماذا لا يذكر اسم واحد لماذا الكلام كله تعمية كله إيهام اذكرونا اسم واحد من ذول ولو كان من حفار القبور ولو كان من باع الأكفان ولو كان من صانع الطرش النجفي اذكرونا واحد من أنه أعلن عن أعلمية السيستاني ولدى وفاة الأول وفاة السبزواري كانت المرجعية للسيستاني بنظر أهل الخبرة والدراية ممن يوثق باختبارهم ويطمأن إلى ترشيحهم وهكذا كان هكذا كان كيف كان من الذي رشحه من هم هؤلاء في أي مكان اجتمعوا في أي زمان هل كتبوا ورقتان هل سجلوا بيانا شفهيا على الكاسة مثلا لا يوجد لا عين ولا أثر من ذلك يكذبون عليكم هذه الكتب كلها أكاذيب هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل مشحون بالأكاذيب من أول سطر فيه إلى آخر سطر إما كلام سخيف له معنى له وإما سفاهة وإما أكاذيب صفحة 116 لازلنا عند أستاذ اللوقية الدكتور محمد حسين الصغير صفحة 116 يقول كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا ما الذي حدث مؤمن انتخب وعين محمد تق الخوئي الذي لا هو من أهل الدين ولا هو من أهل العلم قال تعال نسويك مرجع وهو وافق وافق على أن الأموال والأملاك تبقى عند أولاد الخوئي قال لك أصبر أنتظر على طريقة الواوي إلى أن أكمش بالمرجعية زيان وأنقلب عليهم أطالبهم بالأموال وهذا هو الذي فعله وأرسل إليهم شيخ مهدي شمس الدين يطالبهم بالأموال وطردوا شيخ مهدي شمس الدين اللبناني طردوا جاء إلى لندن هنا وطرده أولاد الخوئي قال له لأنت شنو دخلك أطلع برا لنسمعك ولنسوي معاك أشياء مو مناسبة خلينا محترميك واحترم نفسك وارجع أحد أصدقاء شيخ مهدي شمس الدين هو قال لي قال لي شيخ مهدي يقول أنا شنو دخني ذول حيتان هم مجرمين واحد يفتك بالثان أنا شنو دخني أنا أحترم نفسي وأنسحب وأرجع ورجع إلى بيروت وهذا الكلام موثق هذا الكلام موثق وسأقرأ عليكم رسالة السستاني التي بعثها إلى مؤسسة الخوئي إلى محمد تقل الخوئي ونصب فيها مهدي شمس الدين أنا هنا بجوار مؤسسة الخوئي في لندن إذا كان كلامي هذا ليس صحيحا يستطيعون أن يرفع قضايا في المحاكم يؤذون كثيرا وربما تغلق هذه القناة لكن الكلام الذي أقوله حقائق 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 مؤسسة السستاني موجودة هنا أيضا وفيها صهره ومؤسسة الخوئي موجودة هنا وفيها ولده وأحفاده والسفارة العراقية هنا موجودة والسفير فيها جعفر ابن محمد باقر الصدر إذا كان كلامي عن محمد باقر الصدر ليس صحيحا بإمكانه أن يرفع الدعاوى القضائية ضدي أنا هنا في جوارهم نحن هنا في مدينة واحدة السستانيون موجودون الخوئيون موجودون وهذا ابن محمد باقر الصدر هو أعلى سلطة عراقية هنا هو سفير العراق في لندن وغيره وغيره من آل الصدر أيضا موجودون بإمكانهم أن يرفع الدعاوى القضائية ضدي لكنني ما تكلمت إلا بالحق وبالصدق وبالوثائق لا يستطيعون أن يفعلوا لشيئا وهذا هو الذي يغيظ الجميع من هنا من هنا يريد محمد رضا السستاني أن يصدر قانونا جديدا أو أن يبحث عن قانون قديم لمعاقبة كل من ينتقد المرجعية هو لا يعبأ بالصرخيين ولا يعبأ بأتباع أحمد إسماعيل الذي يصف نفسه باليماني ولا يعبأ بكل هؤلاء هو يعبأ بهذا الصوت الذي هو صوت الحق وصوت الصدق وبالوثائق والحقائق والأدلة لقد انهاروا أمام هذه الحقائق لا أتحدث عن انهيار في الشارع لأنهم يتقومون بالحمير هو نفسه يقول ما زال المطايا موجودين مطايا الشروقيين موجودين احنا باقين بخير أو ميهز نعيشي لكنهم انهاروا من الداخل انهاروا في بيوتهم وأسرهم فإن عوائلهم تسألهم عن هذه الحقائق لماذا لا تجيبون عليها نساؤهم بناتهم أولادهم تلامذتهم وكلاؤهم هناك ضغط شديد على الوكلاء الناس تسألهم لماذا لا تجيبون إذا كان الواقع هذا إذن لماذا تضحكون علينا لماذا لا تصححون الواقع وإذا كان هذا الكلام الذي يتكلم به الغزي ليس صحيحا لماذا لا تردون عليه هذه الوثائق والأدلة والشواهد التي يأتي بها هل هي صحيحة أو لا إنها صحيحة لأنكم لا تستطيعون أن تكذبوها الناس هكذا يقولون لهم هم في حيرة من أمرهم جن جنونهم جن جنونهم من هذه الحقائق أنا لا أكذب عليكم وحق الزهراء لا أكذب عليكم وحق دماء الحسين وحق زيارة الأربعين وحق السبايا القادمين من الشام أنا لا أكذب عليكم إنني أبذل قصارى جهدي أن أضع الحقيقة كاملة بين أيديكم لأنني آسى عليكم كما آسى على حالي كما آسى على أبي وجدي وأهلي الذين ضحك عليهم وماتوا وهم لا يعرفون الحقيقة هذه الأجيال التي ذهبت والأجيال الحاضرة أجيال الحمير أريد أن أضع الحقائق والوثائق بين أيديكم أريد أن أغسل هذا الغباء الذي زرعه مراجع النجفي وكربلاء في عقولكم هذا هو الذي أفعله وأقوم به وإني لأدفع ضريبته منذ أربعين عاما والله لقد دفعت ما دفعت ولا أبالي إنني على هذا الطريق إلى آخر نفس لا أبالي هذه خدمة صاحب الأمر إذا أردتم أن تنصروا إمامكم فاكشفوا هؤلاء السفلة الذين يضحكون على الشيعة أنهم نواب له وهم نواب للشيطان ونواب للنواصب لقد عردت الوثائق والحقائق بين أيديكم التي لا تستطيعون إنكارها الوقت يجري سريعا وعندي الكثير والكثير من المطالب أعود إلى صاحبنا اللوغي إلى دكتور محمد حسين الصغير هكذا يقول كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا ملخ فالسيستاني لم يطرح نفسه للمرجعية لأن الحوزة لا تقبل بذلك وإنما فرضه محمد تقي الخوئي فرضا وبالأموال فالسيستاني لم يطرح نفسه للمرجعية والسيستاني بعيد عن الأنظار ما حد يعرفه هو هذا اللي أنا أقول ما حد يعرفه والسيستاني بعيد عن الأنظار يعني كأن هذه كرامة هذا شأن شخصيا يريد أن يتواجد بين الناس لا يريد أن يتواجد بين الناس هذا شأنه لا نستطيع أن نمدحه ولا نستطيع أن نقدحه هذا شأنه الخاص به ولكن أن يعد هذا كرامة وهو يتحدث في سياق المرجعية كيف يكون ذلك الذي ينتقب مرجعا لا بد أن يكون معروفا كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا فالسيستاني لم يطرح نفسه للمرجعية لأنه ما حدي قبله ما حدي قبله وهناك تشكيك في اجتهاده والسيستاني بعيد عن الأنظار ولكنها الإشاءة الربانية أي إشاءة ربانية محمد تقي الخوئي هذا الشاب النزق الذي هو من جلاوزة البحثيين أراد أن يسيطر على تركة أبيه الخوئي وأن يجد مرجعا يكون غلاما عنده بحث يمينا وشمالا فما وجد أحد إلى أن أخذ يقول ماكو ابن قحبة يصير مرجع ماكو قواد ابن قواد يصير مرجع يقبل يصير مرجع فوقع على السيستاني بعد ذلك والسيستاني وافق على كل شروط محمد تقي الخوئي قبل بكل الذي يريده محمد تقي الخوئي ومن هنا صارت مؤسسة الخوئي مكتبا لمرجعيته لكنه بعد ما انقلب عليه فتح مؤسسة الإمام علي وصار له من مكتب خاص في لندن وإلا في البداية كان مكتب السيستاني لمرجعيته في مؤسسة الإمام الخوئي باعتبار أن السيستانية لم يكن قد انقلب على آل الخوئي وأراد أن يأخذ التركة منهم حرامية 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 ومن يتعار كون تطلع البوقة هي طلعت البوقة الشبيرة منتعارك فهي هذه الإشاعة الربانية الإشاعة الربانية أنه بعد موت الخوئي مباشرة محمد تق الخوئي مثلا يتصل بعلماء النجاح ويقنعهم من أن المرجع الأعلى هو أكسستاني ويقبلون بذلك وإن كان بعيدا عن الأنظار وزاهدا في المرجعية فيعتون إليه ويطرقون بابه وهو يرفض ويرشح غيره ولكنهم يصرون عليه هكذا هكذا تكون الإشاعة الربانية أما بهذه الطريقة هذه إشاعة شيطانية هذه إشاعة إبليس ولكنها الإشاعة الربانية التي رشحت رجلا لم يعمل للمرجعية ولم يعمل له أحد فيها يعني ما هو من أهل المرجعية ولم يرشح أحد فمن الذي نصبه نصبه محمد تق الخوئي إذن هو نائب لمحمد تق الخوئي وما هو بنائب لصاحب الزمان هنيالكم هنيالكم يا شيعة مرجعكم نائب عند محمد تق الخوئي انطيح الله حضرت شيء مرجعية ولكنها الإشاعة الربانية التي رشحت رجلا لم يعمل للمرجعية ولم يعمل له أحد فيها جاءته عفوية تلقائية واستقرت عنده في رحاب أغر ومقام أشم حتى أنه قد لا يعجبه هذا التوجه إليه وطالما أبان أنه في غنى عن هذا المنصب وكان الأفضل أن يظل في الحوزة فردا اعتياديا له ما لها وعليه ما عليها جاء شنو لجبارك منو لجبارك كان رفضت مثل ما رفضه البقية جاء شنو لجبارك أنت تدور عليها من سنة 1960 وستين ميلادي من ضحكت على القوئي بذاك الوقت وضحكت بعدين على ابن من كتاب الأكاذيب هذا نفسه صفحة أربعمية وواحد وثلاثين أيضا مع اللوقي نفسه الدكتور محمد حسين الصغير صفحة أربعمية واحد وثلاثين هكذا يقول اسمعوا هذه الأكاذيب اسمعوها صفحة أربعمية واحد وثلاثين فآلت المرجعية بكل أطرافها للسيد السيستاني نعم هناك مرجعيات عظام مثل السيد محمد السعيد الحكيم والمرجع الشيخ إسحاق الفيار والمرجع الشيخ بشير النجفي والمرجع الميرز جواد التبريزي والوحيد الخراساني مرجع والمرجع الميرز الميرز جواد التبريزي مرجع هكذا هو قد كتب في المقال والوحيد الخراساني مرجع والسيد صادق الشيرازي مرجع والمراجع عدة وهناك منهم مراجع في الظل وهم جميعا مراجع ولكن برز من بينهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بإجماعهم على ذلك بإجماع بقية المراجع هؤلاء المراجع أجمعوا على أن السيستاني هو الأعلى وهو الأعلى في أي مكان في أي مكان يعني صادق الشيرازي يقول من أن السيستاني هو المرجع الأعلى وهو المرجع الأعلى الوحيد الخراساني يقول من أن السيستاني هو المرجع الأعلى وهو المرجع الأعلى ميرزا جواد التبريزي يقول من أن السيستاني هو المرجع الأعلى وهو المرجع الأعلى في أي مكان هذا في أي مكان حتى هؤلاء محمد سعيد الحكيم والسيستاني كانوا مثل تشلب والبزون عداؤهم معروف مثل تشلب والبزون بالضبط محمد سعيد الحكيم كان يسب السيستانية سبا ومعروف محمد سعيد الحكيم بكثرة سبابه وشتائمه طلبة الحوزة في النجف يعرفون ما أقول الرجل مات أنا لا أفتري عليه وحق القرآن هذا كان معروفا بكثرة السباب والشتائم طلاب الحوزة في النجف يعرفون هذه الحقيقة وكان يكثر سبابه وشتم السيستاني يوميا يسبه ويشتمه يضحكون عليكم يضحكون عليكم يظهرون لكم شيئا آخر هذه هي الحقائق التي تجري على الأرض فمتى كان محمد سعيد الحكيم قائلا بأن السيستاني هو المرجع الأعلى وهو الأعلى والذين يشتغلون في مؤسسات السيستاني يقلدون محمد سعيد الحكيم لماذا؟ يقولون لأننا مطلعون على فساد السيستاني ولسنا مطلعين على فساد محمد سعيد الحكيم لذا نقلده صدقوني هذا الكلام يجري في النجف وفي كربلاء وفي قوم حواش المراجع لا يقلدون المرجع نفسه يقولون لأنه فاسق ليس له من عدالة لطلاعهم على فساده يجدون لهم حيلة يقولون نحن نقلد مرجعا آخر لأننا لسنا مطلعين على فساده وفسقه الظاهر أما نحن نعمل معهم مطلعون على أسرارهم هذه كواليس النجف هذا الكلام تتوقعون أنني أفتريه النجف تسمعني الآن وكربلاء تسمعني وكثيرون في قم وحق الحسين يتابعون برامجي أنا على علم بهذا هل تتوقعون مني أن أكذب هكذا من دون أن يكون لهذا الكلام من حقيقة هذه حقائق يعرفونها هم حواش المراجع تقلد مرجعا آخر يقولون نحن نعرف فساده وفسقه فلا نقلده لكنهم لا يقولون هذا للناس هذه أسرار عمل وأسرار شخصيات إذا اطلعوا على هذه الأسرار أعني المرجع الأعلى وخواصه يذبحون هؤلاء ولا تستغربوا أن يقتلوا لا تستغربوا لكن ليس بنحو علني لا تستغربوا أن يقتلوا أنا إذا أردت أن أحدثكم عن كثير من الدماء سفكت في تاريخ الحوزة وإلى هذه اللحظة سوف لا تصدقون ذلك يسفك دمه وتشرد عائلته ولا يستطيع أهله أن يفتح فمهم بحرف واحد تعطى لهم أموال ويهددون صدقوني هذا الأمر يقع في هذه السنوات وقع في السابق ويقع في هذه السنوات أيضا أنا لا أتحدث من فراخ أنا أتحدث من معلومات ومعطيات فانظروا إلى هذا الكذب أقرأوا الكلام مرة أخرى فآلت المرجعية بكل أطرافه ما هم يقرؤون هذا الكلام السيستاني مطلع على هذه الأكاذيب محمد رضا السيستاني مطلع على هذه الأكاذيب محمد باقر السيستاني مطلع على هذه الأكاذيب جواد الشهرستاني مطلع على هذه الأكاذيب مرتضى الكشميري مطلع على هذه الأكاذيب ويطبعون الأكاذيب وينشرونها أنا لا أعاتب محمد حسين الصغير هذا لوقي كذب فآنت المرجعية بكل أطرافها للسييد السيستاني نعم هناك مرجعيات عظام مثل السييد محمد سعيد الحكيم والمرجع الشيخ إسحاق الفياط والمرجع الشيخ بشير النجفي والمرجع الميرزا جواد التبريزي مرجع مرجع أيضا والوحيد الخراساني مرجع والسي الصادق الشيرازي مرجع والمراجع عدة وهناك منهم مراجع في الظل وهم جميعا مراجع ولكن برز من بينهم المرجع الأعلى السييد علي السيستاني بإجماعهم على ذلك متى أجمعه متى أجمعه بإجماعهم على ذلك ويستمر في الكذب بإجماع بقية المراجع أنا أقول للكذاب هذا لا يوجد واحد منهم واحد قد قال بأعلمية أسيستاني لا يوجد واحد من هؤلاء حتى يكون هو الأعلى وليس أنهم أجمعوا بإجماع هؤلاء وبإجماع بقية المراجع يعني حتى الذين قال عنهم بأنهم مراجع في الظل المراجع الذين هم في الظل هم من أشد الناس عداوة لاستيستاني خصوصا في النجف وكربلة وفي مجالسهم في الظل يمزقونه شر تنزيق ومعمموا حوزة النجف يسمعون كلامي ويعرفون صدق كلامي حرفا 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 هذا هو واقع الحوزة في النجف يريدون أن يعاقبوكم إذا منتقدتم المرجعية سأحدثكم سأحدثكم عن هذه الألعوبة هذه الصيحة على مل باسم هي جزء من هذه اللعبة لكي يصدروا قانونا لمنع انتقاد الرموز السنية والشيعية فيدخلون بعضها في بعض حتى يحصل القانون على تصويت مطلق من السنة والشيعية هذه ألعوبة سأحدثكم عنها هذه من ألعاب محمد رضا السيستاني تمهيدا لمرجعيته هؤلاء هم العباسيون بأنفسهم العباسيون بأنفسهم هؤلاء على وجه السرعة وأعود وأعود إلى هذا الموضوع هذه فتوى من مرجع معاصر للسيستاني علي الغروي رجاء أن اعرضوا لنا صورة المرجع علي الغروي الصورة الثانية واعرضوا لنا صورة الفتوى ودعوها على الشاشة كي أقرأها السؤال كثر اللغة والكلام حول سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله فهل هو عالم مجتهد وهل اطلعتم على كتبه ومؤلفاته وهل يجوز الرجوع له في المسائل الاحتياطية باعتباري أنهم يقلدون علي الغروي فيسألون عن المسائل الاحتياطية معروف في أجواء التقليد أن المسائل الاحتياطية يرجع فيها إلى فقيه آخر فماذا جاء الجواب باسمه تعالى ذكرنا مرارا أنه لا يجوز تقليد الشخص المذكور ولا تأييده بأي وجه كان وكذا لا يجوز تأييد من يؤيده بعد صدور هذه الفتوى من علي الغروي بفترة ما هي بطويلة قتل الرجل بطريقة بشعة جدا بين النجف وكربلاء في الطريق قتل بطريقة بشعة جدا كثرة الإطلاقات التي كانت في وجهه مزقت وجهه تمزيقا وقتل الذين كانوا معه جميعا الذين كانوا في السيارة نعود إلى هذا الموضوع في حلقة يوم غد هؤلاء المراجع الذين عاصروا السيستاني وعلي الغروي من تلامذة الخوئي فهو زميل للسيستاني وأعلن مرجعيته بعد وفاة الخوئي ولا يوجد هناك شك في النجف بمرجعية علي الغروي صحيح أنها كانت مرجعية محدودة لكن بحسب الأطر الحوزوية لا يوجد تشكيك في مرجعية علي الغروي بإمكان علي الغروي أن يشكك في مرجعية السيستاني هذا مقبول في الحوزة ولكن ليس بإمكان السيستاني أن يشكك في مرجعية علي الغروي لماذا؟ للشأن الحوزوي الذي يمتلكه علي الغروي والذي لا يمتلكه السيستاني آنذاك حينما أعلنت مرجعيته لذا علي الغروي يقبل منه في حوزة النجف أن يشكك بالسيستاني لكن لا يقبل من السيستاني أن يشكك بالغروي هذه حقيقة لا بد أن تعرفها أنا أحدثكم بأعراف الحوزة وتقاليدها بأعراف حوزة النجف وتقاليدها أنا أحدثكم بأسرارها وما يجري في كواليسها أنتم ما سمعتم بمثل هذه الأحاديث لأن أحداً لم يحدثكم ولن يحدثكم بها أحد هذه تقطع الرؤوس لأجلها وتهدر الأموال وتسقط السمعة إلى أبعد ما يمكن أن يسقط من سمعة الإنسان لكنني لا أبالي لا أبالي لا أبالي ولا أجد أي وزن لهؤلاء السفلة لأنني أعرفهم جيداً وأطالبكم أن تنصروا إمام زمانكم فأنا أدعي نصرته وأدعو الشيعة إلى نصرته وأذكركم بقول الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه لعمه محمد بن الحنفية لو أن عبداً زنجياً تعصب لنا أي نصرنا ودعا إلى نصرتنا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته نلتقي غداً لازالت الحقائق كثيرة كثيرة كلما أحاول تلقيصها لا أستطيع أن أختصرها إلى حد يكون أقل من هذا الذي أقوم به لأهمية المعلومات مع أنني طويت كشحاً عن كثير منها وألغيت الكثير من المطالب وما عرضت عليكم كل الوثائق طلباً للإيجاز والاختصار أسألكم الدعاء جميعاً ترجمة نانسي قنقر